السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الايام دي ايام فرحة ايام الاحتفال باليوم الوطني وحنعرف النهاردة اليوم الوطني السعودي وايه حكاية اليوم الوطني وحنعرف ايام وطنية اخرى في مناطق اخرى حنتعرف على مصر وايامها الوطنية يلا نبدأ الملك الراحل عبدالعزيز اهل سعود سنة 1932 وبالتحديد في يوم 23 سبتمبر قدر ان هو يوحد كل مناطق السعودية ويحكمها وكان الكلام ده من حوالي 90 سنة وقبل كده كان الملك عبدالعزيز اهل سعود كان حاكم منطقة عسير ولكن استطاعا هو يوحد المملكة العربية السعودية كلها سنة 1932 وبعد هذا التوحيد اه اه دخول المملكة في مرحلة من الازدهار الاقتصادي وتم اكتشاف البترول في الاراضي السعودية سنة 1936 والان ومن هذه اللحظة من سنة 1932 وحتى الان والمملكة العربية السعودية بفضل الله في ازدهار وتقدم دلوقتي حنتكلم عن مصر ونعرف ان مصر كان ليها اكتر من يوم وطني في يوم 15 مارس في يوم 18 يونيو 23 يوليو في 23 ديسمبر 6 اكتوبر يلا نعرف ايه حكاية الايام الوطنية الكثيرة في مصر اولا 15 مارس 1922 ده اسمه عيد الاستقلال لان في 28 مارس 1922 بريطانيا بتنهي الانتداب البريطاني وبتعلن استقلال مصر ويتولى الحكم في مصر الملك فؤاد وظل اهل مصر احتفلون بهذه المناسبة من سنة 22 ميلادية الى 1952 حوالي 30 سنة بالنسبة اليوم 23 يوليو سنة 52 اليوم ده مهم في تاريخ مصر اليوم ده حركة الزباط الاحرار قامت بالايه بالثورة على النظام الملكي وعزلت الملك من الحكم وبدأت صفحة جديدة وتاريخ جديد في 18 يونيو سنة 56 ميلادية العيد ده عيد الجلاء خروج اخر جندي بريطاني من مصر خروج اخر جندي بريطاني من مصر ونجد ان ان الاحتلال الانجليزي لمصر بدأ 1882 وبريطانيا وفي هذه الفترة قامت برفع علامها البريطانية على جميع المناطق المصرية وعلى ميناء بورسعيد سنة 1882 وفي يوم 18 يونيو 56 يتم انزال العالم الانجليزي من ميناء بورسعيد يا اكتر من 70 سنة احتلال بريطاني وفي هذا اليوم 18 يونيو 56 يتم خروج اخر جندي بريطاني وانزال الاعلام البريطانية من الاراضي المصرية والموانئ المصرية يوم 23 ديسمبر سنة 1956 انتصار مصر على قوات العدوان الثلاثي انجلترا وفرنسا وبريطانيا يوم 6 اكتوبر 1973 المعركة الفاصلة في التاريخ المصري الحديث مصر تنتصر على الصهاينة وبالنسبة في اعياد مصرية دلوقتي بطلنا نحتفل بيها زي مثلا عيد 18 يونيو سنة 1956 عيد الجلاء مصر لا تحتفل بيه الآن 23 ديسمبر 56 ما بنحتفلش به عيد الاستقلال 15 مارس ما بنحتفلش به ولكن يوم 6 اكتوبر 73 و 23 يولي 1952 دي ايام معظم الموظفين بياخدوا اجازة القطاع الخاص والقطاع الحكومي بياخد اجازة وطلاب المدارس بياخدوا اجازة والجميع يحتفل ويتذكر هذه الانجازات وربنا يزود الفرحة والانتصارات لكل شعوبنا العربية وتحية كبيرة لشعب السعودي اللي بيحتفل الايام دي بالعيد الوطني السعودي وفي خلال ايام سيحتفل اهل مصر بعيد 6 اكتوبر عيد العزة والانتصار على الصهينة ايام قليلة ويجي 6 اكتوبر ويجي شهر اكتوبر ويحتفل الجميع بالانتصار على الصهينة سنة 1973 ومصر بهذا الانتصار استردت جميع الاراضي المحتلة التي احتلتها الصهينة ويا رب دايما كل ايامنا انتصارات واعياد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته